الجمال ليس كل شيء فمحركاتها القوية زادت من شعبياتها وهنا نخبركم بأقوى خمسة محركات ألمانية عرفتها الأسواق بحسب تقييم الخبراء في المرتبة الخامسة جاء محرك R5 قماسي الأستوانات الذي سبق وأن استخدم في Audi 100 وكان سبباً في شهرة سيارات كواترو بعالم السباقات رابعاً محرك BMW S14 المستخدم في الجيل الأول من BMW M3 والذي جعل منها وحشاً بسباقات الرالي يسمع قبل أن يرى يأتي محركها ستاسي الأستوانات بسعة لترين ونصف وقوة 238 حصاناً ويعد أحد أبرز محركات ألمانيا على الإطلاق ثالثاً محرك مرسيدس M139 أحد أعظم المحركات ربعية الأستوانات في العالم استخدم في سيارة مرسيدس AMG GLA المكونة من 45 سلسلة بسعة لترين وينتج قوة تصل إلى 421 حصاناً أما الوصفة الألمانية بالمحركات فجاءت حسب الخبراء من نصيب محرك Volkswagen W8 الذي لم يستخدم إلا في سيارات Passit وهو قادر على تشغيل طرازات بوغاتي وبنتلي ويعد بديلاً تقليدياً لمحركات V6 وV8 وبالمرتبة الأولى تصدر القائمة محرك V12 BMW 70-2 والذي لم يستعمل إطلاقاً في أي من سياراتها حيث خصصة فقط لسيارات McLaren F1 التجربية لسبقات حلبات ليمانز يتسع لحوالي 6 لترات ويأتي بقوة 627 حصاناً فيما يسمح لسيارات McLaren الرياضية بالتسرع من 0 إلى 97 كم في الساعة بثلاث ثوان وجزئين من الثانية فقط